في ميشكلة 11 مليار دولار هلأ وأتحلأ انطلق النائب نواف الموسوي من التوافق السياسي في العهد الجديد لتشريح مشكلة 11 مليار دولار والدعوة إلى عدم القفز فوق موازنات الأعوام السابقة مستندا إلى المادة السابعة والثمانين من الدستور التي تشير إلى وجوب عرض حسابات الإدارة المالية النهائية على المجلس النيابي لوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية ومع إقرار الموازنة في مجلس الوزراء من دون قطع الحساب عدت هذه الموازنة مخالفة للدستور والقانون ربط تعذر قطع الحساب بالـ 11 مليارا أخرج الرئيس السنيورة عن صمته حاول أن يدافع عن نفسه طبيعة الحال ولم يوفق مسألة 11 مليار دولار لم نتراجع عنها وسنبقى مصررين على ضرورة كشف هذه المبالغ وأين الصرفات علما أن لدي معلومات أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ لا فواتير فيه ولا قيود ولا مسجل في إثبتات رسمية كل إرش من هول 11 مليار دولار مثبت بوزاة المالية كل إرش أين 11 مليار دولار هذا هو السؤال هذا لن يحصل أو لن تحصل الإجابة عليه بسهولة إلا في حال استعداد القوى السياسية المعنية بهذا الأمر إلا إذا كانت مستعدة لكشف الغطاء عن كل مرتكب في هذا الموضوع على أي حال لن يكون قطع الحساب مدخلا لتبرئة أحد تعود قضية الأحد عشر مليارا إلى أعوام 2006 و7 و8 حيث كان فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة وجرى اكتشافها عام 2010 وهي لا تشمل لدين العام كما برر الرئيس السنيورة حيث يخضع لقانون تنظيمي خاص به كما أن عهده لم يشهد أي زيادة في الرواتب أنا بقالي تارك وزيادة مني 13 زيني ليش من عملتها الأمور وصار مارئ عليها كذا وزير مالية 13 عاما غاب السنيورة عن وزارة المال كوزير مكلف شؤونها لكنه حضر مشرفا على هذه الوزارة بصفته رئيسا للحكومة ولم يغب السنيورة عن بيت المال يوما حيث حضرت ملائكته عبر كل من الوزير جهاد أزعور والشهيد محمد شطح والسنيورة بصفته رئيسا للحكومة كان مخولا إعداد مشروع قانون قطع الحساب وتحويله إلى المجلس لكنه لم يفعل وجاء عهد الرئيس سعد الحرير عام 2009 وعينت الوزيرة ريال حسن في وزارة المال بتسمية من تيار المستقبل فهل يأتي اليوم الذي تكشف فيه طريق الأحد عشر مليارا خصوصا أن الرئيس الحرير التزم أن تقوم الحكومة بإرسال قانون قطع الحساب إلى مجلس النواب رواند أبو خزام قناة الجديد موسيقى